أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الأولى مشيرا إلى أن القدس الشريف المقدسات الإسلامية والمسيحية هما مركز القضية وقلب تطوراتها وخلال كلمته في المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي شدد جبالي على وجود مخططات خبيثة من السلطات الإسرائيلية للنيل من الهوية العربية للقدس والعبث بمقدساتها كما أضاف أن السلطات الإسرائيلية دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الإنسانية والدولية كما أشار جبالي إلى أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية مساسا غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني لافتا إلى ضرورة قيام البرلمانات العربية بتحركات مكثفة دفاعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وتعريف برلمانات العالم بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة